علاج أنسداد بصيلات الشعر طرق طبية ومنزلية كيف يمكن علاج أنسداد بصيلات الشعر بطرق طبيعية آمنة؟ وما هي أهم النصائح التي تعزز العلاج وتساهم في الوقاية مستقبلاً من المشكلة؟ أغلبنا يعاني في فترات معينة من أنسداد بصيلات الشعر في فروة الرأس والجسم بشكل عام مما يسبب مشكلات عدة أهمها تساقط الشعر وظهور حب الشباب لذا سنتطرق بذكر طرق علاج أنسداد بصيلات الشعر علاج أنسداد بصيلات الشعر بطرق طبيعية تتضمن طرق علاج انسداد بصيلات الشعر البسيطة والسهلة ما يأتي 1. خل التفاح يحتوي خل التفاح الطبيعي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وجميعها تعمل على التخلص من المايكروبات المسببة لانسداد بصيلات الشعر ويضمن الاستخدام المنتظم لخل التفاح التخلص من المواد المتراكمة في المسام والمسببة للانسداد فيها ويمكن استخدام خل التفاح من خلال إضافة 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشطف الجسم بالمزيج ثم تركه لمدة 3 دقائق ثم اشطفه جيدا بالماء كما يمكن أيضا وضع القليل منه على قطعة من القطن ومسح المناطق المصابة به 2. زيت عشبة الليمون يحتوي زيت عشبة الليمون على المركبات الفعالة في الحد من أنسداد بصيلات الشعر وقد تم إجراء دراسة للبحث في تأثير عشبة الليمون على مسامات فروة الرأس تحديدا حيث تم إجراء الدراسة على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس إذ قاموا باستخدام زيت عشبة الليمون على الشعر مرتين في اليوم وقد أثبتت هذه الدراسة أنه بعد أسبوع من الاستخدام قل تساقط الشعر بشكل ملحوظ وقد زاد التأثير بعد مرور 14 يوما على الاستخدام 3. البيكينب سودا قد يساعد البيكينب سودا في التخلص من مشكلة انسداد بصيلات الشعر خاصة في فروة الرأس يتم إضافة حوالي واحد ملعقة كبيرة منها إلى عبوة الشامبو واستخدامه بالشكل الاعتيادي لتنظيف الشعر وتخليد فروة الرأس من التراكمات الموجودة عليها 4. السكر البني ودقيق الشفاني يساعد التقشير على تخليص مسام الشعر من خلايا الجلد الميتة وجميع الأوساخ والمواد المتراكمة على سطحها لكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم الإفراط في التقشير حتى لا تفرز المسام المزيد من الزيوت لتعويض الدهون المفقودة اخلط حوالي 2 ملعقة كبيرة من بلسم الشعر و2 ملعقة كبيرة من السكر البني و2 ملعقة كبيرة من الشفان المطحون ثم دلك المنطقة بلطف بالخليط لدقائق قبل غسلها 5. الكحول يعد الكحول من المطهرات القوية التي تزيل الشوائب والأوساخ من المسام المسدودة ويطبق مباشرة على المنطقة المصابة بواسطة قطعة من القطن 6. الزنك يخفف الزنك من التورم الناتج عن أنسداد بصيلات الشعر ويمكن صنع كريم بخلط واحد ملعقة صغيرة من مسحوق أكسيد الزنك مع واحد ملعقة كبيرة من شمع العسل ونصف كوب من زيت جوز الهند ودهن المناطق المصابة 6. علاج انسداد بصيلات الشعر بطرق طبية أما طرق علاج انسداد بصيلات الشعر الطبية فتتضمن الآتي 7. المضادات الحيوية تساعد المضادات الحيوية على تخفيف الالتهاب والعدوى عن طريق القضاء على البكتيريا 8. وتشمل التترسيكلين، تتريسيكلين، والإريثروميسين، إريثروميسين، والدوكسيسيكلين، دوكسيسيكلين، والمينوسكيلين، مينويكلين 9. المنشطات يتم وصف المنشطات لعلاج العدوى ومنع ظهورها مجدداً وتتضمن حقن الكورتيكوستيرويدي، كورتيكوستيرويد والسترويدات الفموية، ستيرويد 10. كريم الرسورسينول يستخدم هذا الكريم للتخلص من الجلد المتقشر وتخفيف أعراض انسداد بصيلات الشعر 10. المنظفات المطهرة قد يقترح الطبيب استخدام المطهرات ومضادات البكتيريا لتخفيف الأعراض المرافقة للحالة، وفي العادة تتضمن بنزويل البيروكسايد، بنزويل بيروكسيد 5% والكلورهيكسيدين، كلورهيكسيدين 4% 11. الجراحة يتم اللجوء لها في الحالات شديدة الخطورة والتي لم يتم علاجها باستخدام الأدوية 12. علاج انسداد بصيلات الشعر إلى جانب طرق العلاج السابقة يجب الأخذ بعين الاعتبار النصائح الآتية وإلا لن يجدي أي علاج نفعاً 13. التخلص من الوزن الزائد تتسبب السمنة في تفاقم مشكلة انسداد بصيلات الشعر، ويمكن أن يساعد التخلص منها في التخفيف من الانسداد والأعراض المصاحبة له 14. ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح، الحرارة والرطوبة الناتجة عن الرياضة تزيدان الأمر سوءاً، لذا تمرنا في مكان مكيف واختر التمارين البسيطة، مثل المشي، والسباحة، واليوغا 15. التقليل من منتجات الألباني، تؤدي منتجات الألباني لرفع مستويات الإنسولين في الجسم ما قد يسبب انسداد بصيلات الشعر، لذا يجب تجنب تناولها قدر الإمكاني 16. الابتعاد عن السكريات، قد يكون تناول الكثير من السكريات سبباً وجيهاً للإصابة بالالتهابات بما فيها التهابات فروة الرأس 17. تجنب الخميرة، يمكن أن تسبب الخميرة تفاقم الأعراض، لذا يجب تجنبها بشكل كامل 18. الإقلاع عن التدخين، التدخين أيضاً سبباً آخراً لتفاقم الأعراض المصاحبة للحالة 19. الوقاية من أنسداد بصيلات الشعر 20. وفيما يأتي أهم الطرق التي تساعد على الوقاية من الإصابة 21. اغسل شعرك وجسمك دائماً بعد ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من العرق 22. لا تفرط في استخدام الغسولات ومنتجات الشعر 23. امنع جفاف الشعر عن طريق تجنب المواد الكيميائية القاسية مثل منتجات التمليس 24. نظف فروة الرأس بانتظام لمنع تراكم أي مواد قد تؤدي لحدوث الانسداد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة